موسيقى الرئيس السيسي يتبادل التهانية مع العاهل الاردني والرئيس الفلسطيني بمناسبة عيد الاطحى المبارك في اول ايام التشريق حجاج بيت الله الحرام يبدأون رمي الجمرات الثلاث في مشعر منا عودة الهدوء الى شوارع كولومبو وواشنطن تحض قادة سريلانكا على العمل سريعا لمعالجة الاستياء الشعبي العشرة صباحا في القاهرة نشرة اخبار جديدة مرحبا بكم اجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين للتهنئة بعيد الاطحى المبارك وعبر الرئيس السيسي عن خالص تمنياته لشعبي وحكومة الاردن الشقيق بكل التقدم والازدهار واعرب الملك عبدالله عن تقديره لمصر حكومة وشعبها كما تلقى الرئيس السيسي اتصالا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمناسبة عيد الاطحى المبارك متمنيا لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار افرج قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية عن 1270 نزيلا من مراكز الاصلاح والتأهيل ممن استوفوا شروط العفو جاء ذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد الاطحى المبارك احتضن مركز اصلاح وتأهيل وادي النطرون لاحتفالية التي اقامها قطاع الحماية المجتمعية للمفرج عنهم ممن استوفوا شروط العفو تنفيذا للقرار الجمهوري رقم 297 لعام 2022 بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الاطحى المبارك قادر يكون انسان جديد من حق وفرصة للحياة شعور جميل ان انت طالع تحضر العيد مع اهلك وسط اسرتك شعور ليوصى احب اشكر صدر الرئيس بمنصبة العفو وعيد الاطحى وانا عاد مع اهلنا اقول كل سنة حضرتك طيب ودايما كده مفرح قلبي كل شعب المصري تشكر ستة الرئيس عبدالتح السيسي مش بس على العفو لا كمان على الانجازات الكثيرة الاول احنا شفناك تلفزيون البلد بتتغير مش رايك تيب في كل حاجة في الطرق ككباري كمصانع كل حاجة في البلد تتغير 1270 نزيلا تم الافراج عنهم بالعفو الرئاسي وفقا لما اصفرت عنه اعمال اللجان المشكلة لفحص ملفات النزلاء وتحديد من تنطبق عليهم شروط العفو بعد ان تم تأهيلهم وفقا لاحدث نظم الاصلاح والتأهيل وتوفير سبل الرعاية المختلفة لهم اجتماعية وتعليمية وصحية ومعيشية وثقافية لضمان عودتهم للمجتمع افراد صالحين احب اشكر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على الحياة الكريمة اللي منحها لنا على كل شيء كويس عمله لنا بالنسبة لمركز الاصلاح وتأهيل واد النطرون للنساء حياة كريمة بمعنى الكلمة من كل شيء اتعلمت حرفة يدوية ان شاء الله ما اخرج هعمل مشروع واشتغل بالحرفة اللي انا تعلمتها هنا في مركز الاصلاح كل مجالات التصنيع اي حد معاه صنعه بيشتغل وتصنع في مركز اصلاح وتأهيل بشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على كل حاجة حلوة عملهنا واحنا هنا بنتعامل احلى معاملة وبنتعلم جوا مركز فيه كل حاجة كويسة طبعا فيه مركز التبدي على اعلى مستوى فيه فصول نحو امية للي عايز يتعلم فيه فصول فيه ورش فيه تعليم مهن فيه الحاجة اللي انت بتحب تشتغلها برا انت بتلاقيها وبتشتغلها وبتعلم مجال جديد لحظات من الفرحة عاشها المفرج عنهم بعد ان فتحت ابواب مراكز الاصلاح والتأهيل لخروجهم الى المجتمع سيما طلحت لنا عيالنا يا رب الله يخليك يا بتاع يا سيسا ما طلحت لنا عيالنا فرحة كبيرة لنا وعزة كبيرة ان هو حيعايد في الصينة وفص تقواته وفص لأهله وبنشكر سيئة الرئيس على ان هو عمله معينا وان هو طلع لنا ولادنا وفرحنا في العيد بيطلوحه وربنا يبارك لنا في الرئيس اللي يطلعوننا في يوم زي دوت يوم عيد يفرح معانا ويعيد معانا أصل الحكاية فكرة انت فيها وهيبطد المشوى اشتركوا في القناة توافد حجاج بيت الله الحرام على مشعر مينة لقضاء ايام التشريق الثلاثة حيث يرمون الجمرات الثلاثة مبتدئين بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى تأسيا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد ان رموا امس جمرة العقبة الكبرى وقد هيئت منشأة الجمرات في مشعر مينة لاستقبال ضيوف الرحمن لرمي الجمرات بتفويج منظم واتسمت حركة الحجيج بالانسيابية مع تطبيق الاجراءات الاحترازية اعلن الرئيس الامريكي جو بايدن انه سيسعى الى تعزيز شراكة استراتيجية مع السعودية ببنية على مصالح ومسؤوليات متبادلة وذلك خلال زيارته للمملكة الاسبوع المقبل جاء ذلك في مقال رأيي للرئيس الامريكي نشرته صحيفة واشنطن بوست امس السبت اعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان ايران زادت من مستوى تخصيب اليورانيوم في منشأة فورتو الموجودة تحت الارض باستخدام اجهزة طرد مركزي متطورة تقدم ملموس يبدو ان ايران قد احرزته في ملفها النووي بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي اكدت زيادة تهران مستوى تخصيب اليورانيوم باستخدام اجهزة متطورة في منشأة فورتو النووية وقال تقرير سري مواجه لدول العضاء ان الوكالة الدولية تحققت من ان ايران بدأت في تغذية سلسلة تتألف من 166 جهاز طرد مركزي من تراز اي ار سيكس بغاز سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة تصل الى 5% ويعني استخدام مثلها بالاجهزة المعدلة امكانية تحول ايران بسرعة وبسهولة اكبر الى مستويات تخصيب اعلى نقاء حيث عبر دبلوماسيون غربيون عن قلقهم من استخدامها بسلسلة من اجهزة الطرد المركزي وتعد هذه الخطوة الاحدث ضمن عدة خطوات اتخذتها ايران لتجاوز القيود التي فرضها اتفاق عام 2015 على انشطتها النووية في وقت وصلت فيه محادثات احياء الاتفاق النووي الى طريق مسدود قال حاكم منطقة دونتسك باوكرانيا انما لا يقل عن 6 اشخاص لقوا حتفهم وان هناك مخوف ان يكون اكثر من 30 شخصا محاصرين بعد ان اصابت صواريخ اوريغان روسية روسية مبنى سكنيا مؤلفا من 5 طوابق في المنطقة ما ادى الى انهياره في الوقت نفسه واصل الجيش الروسي قصفه في شرق البلاد حيث يخطط بعد 4 اشهر ونصف من بدء العملية العسكرية يخطط لشني عمليات جديدة وفقا لمسؤولين اوكرانيين قصف روسي المتواصل في شرق اوكرانيا وتوقع عمليات جديدة الخطط الروسية تتأكد والهدف واضح الجيش الروسي لن يتراجع عن فكرة السيطرة على كامل اقليم دونبس الجيش الروسي وصل قصفه لمنطقة دونياتسك في حوض دونبس حيث يخطط بعد 4 اشهر ونصف شهر من بدء الحرب في اوكرانيا لشني عمليات جديدة وفقا لمسؤولين اوكرانيين القوات الروسية التي اعلنت مطلع يوليو الجاري انها سيطرت على منطقة لوغانسك تستهدف الان منطقة دونياتسك لاحتلال حوض دونبس الذي يسيطر عليه ولو بشكل جزئي انفصاليون تدعمهم موسكو بعد ضم شبه جزيرة القرم وتحدثت هيئة الاركان العامة الاوكرانية عن قصف روسي في الشرق وعلى خاركيف ولكن من دون هجوم برية واكد الجيش الروسي انه الحق اضرارا جسيمة بالجيش الاوكراني وعتاده في ماتقتين ميكولعيف جنوبا ودينيبرو باتروفيسك وادى قصف روسي الى سقوط قتيل وجريحين على الاقل في كريفي ريغ مصقة رأس الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلانسكي الذي تفقد الجمعة المواقع الاوكرانية في منطقة دينيبرو باتروفيسك وفي باين قالت وزارة الدفاع الروسية انها شنت ايضا ضربات على منطقتين دونياتسك وخاركيف حيث اصيب عدد مدنيين بحسب مكتب المدعي العام الاوكراني المحلي وقال حاكم لوغانسك ان القوات الروسية تستهدف منطقة دونياتسك من قواعدها في منطقة لوغانسك حيث تتوصل عمليات القتال لكن من دون احتلال كامل خضت الولايات المتحدة اليوم قادت سريلانكا المقبلين على العمل سريعا لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وتهدأة الصخط الشعبي بعد اعلان الرئيس جوتابايا راجباسكا استقالته اثرى فراره من قصره الذي اقتحمه عدد كبير من المحتجين تزامنا عدى الهدوء الى شوارع كولومبو العاصمة التجارية للبلاد وابدى المحتجون سعادتهم بموافقة الرئيس جوتابايا راجباسكا على الاستقالة بعد اقتحام منزله واستغضب من انهيار اقتصاد البلاد واتدفق المحتجون الذين لف كثيرون منهم نفسه بعلم سريلانكا الى مقر اقامة الرئيس بينما اضرم اخرون النار في المنزل الخاص لرئيس الوزراء الذي وفق ايضا على الاستقالة لافساح المجال امام تولي حكومة تضم جميع الاحزاب قوة صحيقة من الاضطرابات سقطت فيها سريلانكا ولن تخرج منها بسهولة وما يجري الان لا يعد ان يكون مقدمات لازمة اكبر بكثير فالاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ شهور والتي شهدت عزل رئيس وزراء البلاد وتعيين رانيل وكريمسينجا بديلا مازالت مشتعلة ودفعت رئيس البلاد لاعلن التنحي لكن بعد ايام رئيس البرلمان السريلانكي قال في بيان ان الرئيس جوتابايا رجاباكسا سيتنحن عن منصبه يوم الاربعاء المقبل تحت وطأة الضغوط الشعبية بعد الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت السبت واقتحم خلالها المتظاهرون المقر الرسمي لإقامة رئيس البلاد واضرم النار في المقر الخاص برئيس الوزراء في كولومبو بيان رئيس البرلمان جاء بعد تصعيد مأساوي للاحتجاجات السلمية المناهضة للحكومة والمستمرة منذ شهور على وقع ازمة اقتصادية حادة تخنق البلد الذي يبلغ تعداد سكانه 22 مليون نسمة لم يصدر الرئيس نفسه اي تصريح حتى الان في حين اوضح ماهند يابا ابيورانيدا ان رجاباكسا ابلغه بانه سيتنحى عن منصبه يوم الاربعاء لضمان تسليم سلمي للسلطة داعيا المواطنين لالتزام الهدوء والحفاظ على السلم العام وقال مكتب رئيس وزراء سريلانكا رانيل ويكريمسينجا في بيان السبت انه مستعد لاستقالة لافساح المجال لتشكيل حكومة تضم جميع الاحزاب على الرغم من انه لم يتضح على الفور ما اذا كان ذلك او الاجراءات التي اقترحها رئيس البرلمان ستحل هذه الازمة ولم يتمكن افراد الجيش والشرطة من التصدي لحشود المحتجين الذين رددوا شعارات تطالب الرئيس جوتابايا رجاباكسا بالتنحي في ذروة غضب شعبي متصاعد ازاء اسوأ ازمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ سبعة عقود في حين افادت مصادر في وزارة الدفاع ان الرئيس نفسه نقل من المقر الرسمي الجمع حفاظا على سلامته قبيل الاحتجاج الذي كان متوقعا وقال مصدر حكومي ان الرئيس الوزراء نقل ايضا الى مكان امن وتان سريلانكا تحت وطأة نقص حاد في النقد الاجنبي ادى الى تقليص الواردات الاساسية مثل الوقود والهذاء والدواء مما دفع البلاد الى اسوأ ازمة اقتصادية منذ استقلالها في عام 1948 وقعت الولايات المتحدة وطايلاند اتفاقيات لتعميق العلاقات القوية بين البلدين وذلك في اطار تكثيف واشنطن جهودها لمواجهة نفوذ الصين المتزايد في اسيا وتعهد كل من وزير الخارجية الامريكية انتوني بلينكين ونظيره التايلاندي دون برامو دويان برامو دويناي بتعزيز الشراكات في مجال تغير المناخ وانفاذ القانون والتعاون الامني واشار بلينكين خلال اللقاء الى انه سيتم نقل الشراكة بين واشنطن وتايبيه الى القرن الـ 21 مضيفا ان تايلاند حليف مهم في المنطقة من جانبه اكد وزير الخارجية التايلاندي ان الدولتين وضعت الاساس لمدة 190 عاما قادمة بينما تستعدان للاحتفال بمرور 190 عاما على علاقتهما في العام المقبل يواصل الناخبون في اليابان التصويت لتجديد نصف مقاعد مجلس الشيوخ انتخابات يطغى عليها اغتيال رئيس الوزراء السابق جينزو ابي قبل يومين خلال التجمع الانتخابي في نارا بغرب البلاد وتشير التوقعات الى ان الاقتلاف الحاكم المؤلف من الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة رئيس المزراء الياباني الحالي فوميو كيشيدا وحليفه كوميتو قد يفوز باكثر من 70 مقعدا من اصل 125 سيتم في الانتخابات التي تجري كل ثلاث سنوات وضعت الحكومة الكينية ومنظمة الصحة العالمية حجر الاساس لاول مركزا للطوارئ الطبية في افريقيا بالعاصمة الكينية نيروبي بهدف الاسراع في التصدي للطوارئ في المنطقة بهدف الاسراع في التصدي للطوارئ في المنطقة دشنت الحكومة الكينية ومنظمة الصحة العالمية مركزا لطوارئ الطبية في نيروبي ليكون الاول ضمن شبكة من المراكز الافريقية وستضم المنشأ مركزا لتدريب وسيعمل بها طاقم من المتخصصين يمكن التصدي لطارئ طبي في غضون ساعات الاربع والعشرين الاولى من بدايته كما تضم المنشأ مخزونات من المعدات الطبية نعاني من فجوات كبيرة في الاستعدادات يجب معالجتها لا سيما فيما يتعلق بالتدريب وتعزيز القوة العاملة بالطوارئ لقد خالص تحليل لمنظمة الصحة العالمية أن أقل من 10% من الدول بإفريقيا لديها القوة العاملة المطلوبة للإعداد والرصد والاستجابة لمخاطر الصحة العامة ولهذا السبب تعاونت المنظمة والحكومة الكينية لبناء مركز طوارئ إقليمي وتقول منظمة صحة إنها تريد المساعدة في تشكيل هذه الفرق لراضي سريع في كل دولة أفريقية إنشاء مركز لوجستيات منظمة الصحة العالمية في كينيا يتم بالتعاون مع معدلوفاكس الكيني أول منشاء حكومية لتصنيع اللقاحات البشرية وستصبح كينيا مركزا إقليميا للمعدات الطبية التي ستساعد الدول المجاورة في الحصول على وسائل العلاج المطلوبة بشكل أسرع ووفقا للمنظمة تواجه أفريقيا أكثر من مئة طارئ صحي في العام وهو أكثر من أي منطقة أخرى في العالم وفي الأرجنتين نزل الآلاف إلى شوارع العاصمة بوانس آيرس خلال الذكرى السنوية ليوم الاستقلال احتجاجا على حكومة الرئيس ألبيرتو فرناندز والاتفاقيات المبرمة مع صندوق النقد الدولي في احتجاجات مستمرة منذ عدة أسابيع لا تزال الأرجنتين تعيش على وقع الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها حيث تتواصل الاحتجاجات في شوارع العاصمة بوانس آيرس ضد ارتفاع أسعار الوقود وغلاء المعيشة وفي ظل تفاقم هذه الاحتجاجات جاء قرار رئيس ألبيرتو فرناندز بتعيين الخبير الاقتصادي سيلفينا باتاكيس كوزير جديد للاقتصاد بعد استقالة الوزير مارتين جوزمان هذه التغييرات في وزارة الاقتصاد تاتي في ظل وصول التضخم لمستويات في البلاد هي الأعلى منذ عام 1992 حيث بلغت 60% ومارتين جوزمان يعتبر مهندس الصفقة التي أبرمتها تلك الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية مع صندوق النقد الدولي والتي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار وكان من المقرر أن يقوم جوزمان بزيارة لفرنسا أوائل شهر الجاري لمناقشة إعادة هيكلة حوالي ملياري دولار من الديون مع نادي باريس للمقردين سيديين والذي ينظر إليه على أنه مفتاح لإعادة جذب الاستثمارات الأجنبية خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والطاقة وكانت الأرجنتين قد شهدت في الأسابيع الماضية سلسلة من الإدرابات حيث قام الألاف من المواطنين باحتجاجات ضد الحكومة ضد غلاء المعيشة إضافة إلى إغلاق سائق الشاحنات الطرق احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود وختام النشر تذكرة بعنوين أهم الأخبار الرئيس السيسي يتبادل التهانية مع العهل الأردني والرئيس الفلسطيني بمناسبة عيد الأطحى المبارك في أول أيام التشريق حجاج بيت الله الحرام يبدأون رمي الجمرات الثلاثة في مشاعر ميناء عودة الهدوء إلى شوارع كولومبو وواشنطن تحض قادة سريلانكا على العمل سريعا لمعالجة الاستياء الشعبي نهاية النشرة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر